بسم الله الرحمن الرحيم بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة شعب مصر الأبي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطاً بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها العظيم والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين الموافق السادس عشر من فبراير الفين وخمسة عشر بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية وقد حققت الضربة أهدافها بدقة وعادت نصور قواتنا الجوية إلى قواعدها سالمة بحمد الله وإذ نؤكد على أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعا يحمي ويصون أمن البلاد وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف عاشت مصر وحمى الله شعبها العظيم وألهم أهالي شهدائنا الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة